الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عن من ينفعنا وزدنا علما واجعله لنا حجة يا ذا الجلال والإكرام نرحب جميع الطلاب والطالبات في الصف الأول المتوسط في مادة القرآن الكريم ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ بقراءة الآيات من سورة العراف نأخذ وإياكم أهداف الدرس فمن أهداف أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وعيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالي من الأخطاء وأيضا تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من أدى بتلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وأيضا النظافة ومن ذلك استخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل والاستعاذة في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا البسمة وتكون البسمة في أول السور عداء سورة التوبة فإنه لا يجوز البسمة في بدايتها وأيضا تحسين الصوت بالقرآن الكريم والقراءة بتدبر وخشوع والتسبيح عند آية التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد وكذلك الاستعاذ بالله عند آيات الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابعة معنا حتى النهاية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقبنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين بعد قراءة الآيات نأخذ وإياكم أهم الكلمات التي ممكن يقع في الخطأ من قبل الطلاب والطالبات أول كلمة معنا في قول الله عز وجل ألا إنما طائرهم كلمة طائرهم تجد هنا بعد الطاء ألف صغيرة ثم فوقها مد طائرهم طائرهم وأيضا في قول الله عز وجل وقالوا مهما تأتنا كلمة مهما تأتنا بعضهم يمد في الألف بعد الميم يقول مهما تأتنا هنا ما الطبيعي وقالوا مهما تأتنا به وقالوا مهما تأتنا به وأيضا في قول الله عز وجل كلمة آيات تجدنا ألف صغيرة بعد اللي ينتبه إليها آيات آيات بعد ذلك نأخذ في هذه الصفحة أو في هذه الآيات قبل أن ننتقل الصفحة التي بعدها نأخذ أحكام التجويد وشيء أمن المدود من أحكام التجويد في هذه الآيات قول الله عز وجل وإن تصبهم من يعرف هذا الحكم تفضل أحسنت هنا إخفاء حقيقي هنا قنون ساكنة أتى بعد التاء والتاء من حروف الإخفاء الحقيقي وإن تصبهم وإن تصبهم نأخذ حكم آخر في قوله عز وجل ومن معه كلمة ومن معه تجد هنا نون ساكنة أتى بعد الميم وليم من حروف أي حروف أحسنتم حروف الإدغام بغنة نون ساكنة أتى بعد الميم وليم من حروف الإدغام بغنة ومن معه ومن معه وأيضا نأخذ حكم آخر في هذه الآيات في قوله عز وجل آيات مفصلات كلمة آيات مفصلات تجد هنا تنوين أتى بعد الميم وليم من حروف مر معناه قبل قليل من حروف الإدغام بغنة آيات مفصلات آيات مفصلات تنوين أتى بعد الميم والميم من حروف الإدغام بغنة الإدغام بغنة نأخذ حكم آخر في هذه الآيات في قوله عز وجل قوما مجرمين قوما مجرمين هنا بكى حكم آخر كذلك نفس الحكم السابق ألا وهو الإدغام بغنة قوما مجرمين هذه بعض حكام التجويد في هذه الآيات نأخذوا إياكم بعد ذلك شيئا من المدود بعض المدود في هذه الآيات في قوله عز وجل جاءتهم لو سألناكم ما نوع هذا المد هل هو مدهم فصل ولا مد متصل ولا مد بدل أن يعرف منكم تفضل أحسنتم مد متصل كيف نعرف أنه مد متصل لأن الهمس والمد في كلمة واحدة جاءتهم جاءتهم هنا مد متصل لأن الهمس والمد في كلمة واحدة جاءتهم نأخذ مد آخر في قوله عز وجل ألا إنما كلمة ألا إنما ما نوع هذا المد من يعرف منكم ما نوعه تفضل أحسنت أحسنت هنا مد منفصل كيف نعرف أنه مد منفصل لأن الهمس في كلمة والمد في كلمة أخرى ألا إنما ألا إنما طائر وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بعض هنا عندك عندما يأتي الحرف لعين مع بعض ربما يعني الطالب يقرأ هذه الآية ولا يبين العين يحصل العين الأولى عند الثانية طبعا هنا في رواة عفظ لا بزو من Cinema تبين العين عن الثانية أقرأ هكذا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ هنا كلمة وَقَعَ عَلَيْهِمْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ نأخذ كلمة أخرى في قوله عز وجل فأغرقناهم فأغرقناهم تجد هنا ألف صغيرة لاحظوا معي ألف صغيرة فأغرقناهم فأغرقناهم نأخذ كلمة أخرى في قول العز وجل كلمة كذبوا كلمة كذبوا تجد الزال هنا مع علمته مشددة كذبوا لاحظوا كذبوا كذلك بعد الواو ألف صغيرة لا تنطق كذبوا بآياتنا هذه بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ من قبل الطلب والطالب نأخذ بعد ذلك في هذه الصفحة أو في هذه الآيات بعض أحكام التجويد بعض أحكام التجويد وشيء من المدود في قول العز وجل أول حكم معنا في قول الله سبحانه وتعالى لا إن كشفت عن تجد هنا مشددة نون مشددة تغن كم حركة كم حركة أحسن حركتان عن عن تغن مقدار حركتان نأخذ حكم آخر في قول العز وجل هم بالغوا كلمة هم بالغوا هم بالغوا هم بالغوا لاحظوا معي هم بالغوا هم بالغوا ما نوع هذا الحكم هل هو من أحكام الميم الساكنة أو نون ساكنة من يعرف تفضل أحسنت هنا من أحكام الميم الساكنة الميم الساكنة بعد الباء والباء من حروف الإدغام ولا إخفاء إخفاء شفوي إخفاء شفوي هم بالغوا وحرف الإخفاء شفوي كم حرف حرف وحده هو ألباء إحكام الميم الساكنة ثاتحكام إدغام شفوي إدغام متماثلين صغير وإخفاء شفوي وإدخار شفوي هنا إخفاء شفوي هم بالغوا هم بالغوا هم بالغوا طبعا إما يطبق الشفتين أو فرجة يسيرة جدا هم بالغوا وأيضا حكم آخر نأخذ حكم آخر في قوله عز وجل فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم تنميم ساكنة أتى بعد الفاء والفاء من حروف من يعرف تبضل إظهار شفو إظهار شفوي إظهار شفوي وتجد تلاحظوا مع علمي مع الفاء المخرج قريب ولهذا يقول ناظب في منظومته رحمه الله واحذر لدواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد في القرب المخرج يلاحظ أن بعض الطلاب وطالبات يخفي فيقرأ فأغرقناهم في الإعلاء يطبق شفتين ما يأتي بالحرف فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم نكتفي بهذا الأحكام نأخذ هنا بعض المدود بعض المدود في هذه الآيات في قول الله عز وجل بني إسرائيل كلمة بني إسرائيل ما نوع هذا المد هل هو مد منفصل ولا مد متصل من يعرف تبضل أحسنت أحسنتم مد منفصل بني إسرائيل بني مد منفصل مد منفصل وحكمه جواز المد هنا طيب كلمة إسرائيل كلمة إسرائيل وحدها ما نوع هذا المد طبعا إسرائيل هنا اجتمع مد بدل ومد متصل وإذا اجتمع مد متصل ومد بدل يقدم الأقوى ومد متصل أقوى من المد بدل متصل أقوى من المد أقوى المدود فلازموا فمتصلون هنا متصل أقوى من المد من البدل وهذا لا بد يمد المد المتصل إسرائيل حكمه وجوب المد كذلك حكم آخر في قول الله عز وجل أو مد آخر آخر مد معنى في قوله سبحانه وتعالى كذبوا بآياتنا نقول بآياتنا من يعرف هذا المد؟ ما نوع هذا المد؟ تفضل أحسنتم مد مد بدل كيف نعرف أنه مد بدل؟ يتقدم الهمز على المد يتقدم الهمز على المد هنا بآياتنا تجد همزة قبل مد بآياتنا فمد بدل وحكمه كما الطبيعي حركتان هذه بعض أحكام أنه ساكنة والمدود في هذه الآيات نقرأ وإياكم الآيات مرة أخرى والمصحف لا زال مفتوح بين أيديكم نقرأ الآيات تابعوا معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معها ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين قرأنا الآيات لكم نأخذ فيها لو أخذنا معكم في هذه الآيات أحكام القلقلة نحكام القلقلة في هذه الآيات في كلمة الرجز تجد الجيم هنا مع علامتها من يعرف السكون فهنا حكمها القلقلة وحرف القلقلة كم حرف مجموعة خمس تحرف ومجموعة في قوله قطب جد قطب جد منها ضمنها الرجز الجيم الرجز ومراتب القلقلة ثلاث مراتب إما أن يكون كبرى أو صغرى أو وسطى هذه وسطى الرجز كذلك هنا في هذه الآيات تجد هنا علامة وقف المصحف الشريف هنا عندك بمعاهدة عندك تجد هنا صلاة وهذا وقف يسمى الوقف الحسن صلاة الوقف الحسن إذا وقفت عليك تعيده لقبل لكن إذا وقف صحيح وقف حسن وكذلك يلاحظ هنا في كذلك في آخر الآيات هنا وقف تام إسرائيلك وهذه على الروس الوقف على روس الآي سنة وهو يعني يقف عليها القارئ الآن نقرأ الآيات مرة أخرى ونرجو منك ترددوا معي الآيات نقرأ الآيات ورددوا معي الآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وهكذا انتهينا من قراءة الآيات من سورة العراف ونؤكد على الطلاب والطالبات تلاوة الآية تلاوة صحيحة بالاستعانة ببعض المصاح مرتلة وخاصة المصاح مرتلة التي تظهر من مجمع ملك هاتف بعد المصاح الشريف مصاح مرتلة مجودة يستعين بها الطالب والطالبة حتى بإذن الله تكون تلاوة خالة من الأخطاء وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم إلى درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته